اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم ابرز ما تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم من خلال الارقام التي تعرض اصفل الشاشة امام حضراتكم وايضا من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من ارسال رسائلكم النصية نبدأ مشاهدين الكرام بالفقرة الاولى فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في موقف تصعيدي جديد اعلن زعيم التيار الصدري مقتد الصدر عن استعداده لتوقيع اتفاقية خلال اثنتين وسبعين ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى السياسية التي شاركت في العملية السياسية بعد الاحتلال الامريكي في عام 2003 وبعد الانتخابات المقبلة او مشاركتها في الانتخابات المقبلة بما فيها التيار الصدري الموقف الجديد للصدر جاء في بيان نقله صالح محمد العراقي المقرب من الصدر وقال فيه ان هناك ما هو اهم من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة والاهم هو عدم اشتراك جميع الاحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للاحزاب بل مطلقا بما فيهم التيار الصدري اقول ذلك وبملء الفم هذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بمن فيهم الامم المتحدة مشكورة وانا على استعداد وخلال مدة اقصاها اثنتان وسبعون ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الان لا ان يقال ان تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا ان يتحقق بطريقة دموية واذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للاصلاح وبالتالي فلا داعي لتدخل بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر اذا هو اعلان لهذه المبادرة بان الانتخابات القادمة ان حدثت يدعو الصدر جميع الاحزاب والقوى المشتركة في العملية السياسية منذ الاحتلال بان تنسحب من العملية السياسية بما فيها التيار الصدري لنتابع بعض التغريدات التي وردت مشاهدين الكرام بشأن هذا الموضوع زياد السنجر يقول مقتدى الصدر يدعو الاجتثاث الاحزاب والشخصيات الحاكمة في عراق ما بعد 2003 بما فيها التيار الصدري هذا مطلب ثورة تشرين الوحيد لكن اتابع الصدر اصحاب القبعات الزرق قمعوا الثورة ورفضوا مطلبهم الوحيد الذي ينادي به اليوم مقتدى اجتثاث العملية السياسية برمتها سيأتي ذات يوم من الشعب نفسه تغريدة من حسين السبعاوي يقول أم لاحظين أكثر بلد يتكلم عن الإصلاح هم ساسة العراق في الوقت الذي لا يوجد فيه في العراق لا صلاح ولا إصلاح لقد جمعوا كل المتناقضات بهاء خليل يقول العملية السياسية ارتكزت على دستور باطل ولا تمثل أي عراقي سوى الأحزاب السياسية والمنتفعين منها وإذا أردنا بناء دولة حقيقية فعليا فعلينا أولا أن نكتب دستورا جديدا يضمن حقوق الجميع دون تمييز أو تهميش أو إقصاء لطرف على حساب الآخر وهذا لن يكون قبل محاسبة الفاسدين والقتلة والمتآمرين أياد الدليمي يقول لا فوضى في العراق أكبر من استمرار هذه الطغمة الحاكمة لا فوضى أكبر من بقاء هذه الرؤوس متسيدة على رقاب البلاد ومتحكمة بمقدرات البلاد لا فوضى أكبر من وجود هذه الأحزاب التي ليس لها من اسمها شيء لا فوضى أكبر من استمرار هذه المهزلة التي مضى عليها قرابة العشرين عام هذه بعض ردود الأفعال المشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه المبادرة التي طرحها مقتد الصدر ما رأيكم بها هل تعتقدون بأن هناك من سيذهب للتوقيع لمقتد الصدر على هذه المبادرة هل سينتظر مقتد الصدر من سيأتون إليه من الموقعين إن جاءوا هل سيقبل التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية رغم أنه طرح هو المبادرة لكن هل تعتقدونه جادا في هذه الخطوة هل وصل الآن أو هل وصلت الأحزاب السياسية الآن في العراق إلى طريق مزدود بينها وبالتالي وصل الصدر إلى هذه المبادرة ثم ماذا بعدها هل سينسحب ما هي الخطوات التي تتوقعونها أن تحدث في العراق ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة وضمن مسلسل التسريبات التي ينشرها الصحفي علي فاضل في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعلق طبعا بأشخاص حكم العراق فاسدون ويكشف بعض القضايا التي تحدث في الخفاء علي فاضل نشر تسجيلا صوتيا جديدا منسوبا لمحافظ صلاح الدين الأسبق ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري المعروف بأبو مازن جرى الحديث في اتصال هاتفي عن صفقات ومشاريع بالمليارات وتقسيم المبالغ بين المستفيدين هذا هو التسريب الثالث الذي يخص أبو مازن أحمد الجبوري إذ سرب أولا مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري مؤديا القسم على المصحف الشريف أمام الشخص ذاته لوضع الوزارة تحت تصرف أبو مازن تلاه تسجيل صوتي آخر عن بيع وشراء مناصب للقضاة وقد قام مجلس القضاء الأعلى في العراق بفتح تحقيق في الموضوع لنستمع الآن إلى التسجيل الصوتي الثالث تحول لي خمس دفاتر أقل شي ثلاثة إذا ما استلم مليار وإذا ما استلم أربعة راح أطيح صبغك تحول لي هسا وتخابرني تنسق معك وصي زين حتى أشتري هدايا يلا عمال زعيم سلام عليكم الله يحفظك المشروع كالآتي تخابرنا عنه سيد أركان تخابرنا عنه محمد الحلاوي وتخابرنا عنه مهندس قاسم المشروع بـ 24 ما أخوذه من عنده سبعة وبعد بي سك بثلاثة ما مصروف الصكة بثلاثة ما مصروف اللي هو بي حساب يصف حساب خاشئ يبقى بالمشروع أربعة عشر الأربعة عشر اتفقنا عنه الحلاوي ياخذ من عندها سبعة وينطينا سبعة من ضمن هاي السبعة ناخذها الفلوس مالتي اللي صرفوها قبل العيد مال محولات القديمة اللي على اساس ناخذ بيه مصفحات للأعضاء وأيضا بيه فلوس مال محولات مال مشروع الاستقطاعات فمن ضمن هاي السبعة اللي المفروض ناخذها احنا يعني آنع احنا عدنا بيها التزام فاتفقنا انه الـ 14 صافية ما حد إلو بيها شي خاشئ يصف حسابه بالصك المتبقي بثلاثة بعد ما مصروف وينتهي الموضوع ففهمت سيد اركان وأيضا الحلاوي نفس الكلام وتفاهمنا احنا ومهندس قاسم ويعني يصف حساب خاشئ بهذا الصك اللي ينصرف ابو ثلاثة احنا دا نحتي على الـ 14 الـ 14 اللي متبقية ما حد إلو بيها كل شي الوحيد آني اللي بيها التزام مع الفلوس اللي انصرفت على مشاريع بالكهرباء وهم المفروض يرجعوها فيرجعوها من يا بابي رجعوها من هذا المشروع لأنه ماكو غيره لنتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا المقطع عزيز يقول أنا كمواطن عراقي أفرح بهذه التسجيلات وإذا لم تسترد المبالغ المسروقة على الأقل تكون حافزا للمتابعة للقضاء كذلك عامل ردع لكل من يحاول سرقة المال العام التسريبات ثورة إصلاحية بحد ذاتها يعبادي يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي هؤلاء أحجار دومينو مصفطة وقوفا جنبا إلى جنب بطريقة لو أسقطت أحدهن أو أحدهن سيسقط الباقون تبعا وهذا ما لن يفعله القضاء لأنه أحد تلك الأحجار حيدر يقول المضحك المبكي والله من تسمعهم ما تدري تضحك على روحك ما تدري تبشي على وضعك ما تدري تصفن تفكر بالأرقام اللي يقولوها ما تدري تحير بالإيجار بعد كم يوم راس الشهر غازي يقول أصبح الفساد في العراق ليس مرضا عابرا أو وعكة صحية يمكن شفاء منها ببعض المسكنات فقد أصبح انتشاره يشبه الآفة أو الوباء بعدما توغل في المؤسسات الحكومية ومن ثم تحول إلى ثقافة عامة تعتبر الوسيلة الأنجع في قضاء المصالح وإنجاز المهمات وتحت مسميات تجميلية عدة نبدأ مشاهدين الكرام باستقبال اتصالات حضراتكم عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم ويانا سيد أركان سيد كيان عفوا من بغداد فضل سيد كيان وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تحية طيبة إليك وإنك عبر الصيد حياك الله أهلا وسهلا موضوع الحلقة على مدل 72 ساعة موضوع 74 ساعة شون رأيك بها هاي المبادرة ما كلها هاي المبادرة هاي المبادرة هوا عندي شبك إلا تغير شيء إلا تغير شيء من تابع مستحيلات عاشر مستحيلات تغير شيء ليش؟ ما دام جعلوا لهم عقابلة ما يتغير شيء يا واحدة سمحلي 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 نعم ما دام جعلوا لهم عقابلة ما يتغير شيء ولو يتغير شيء كانت تغير من 23 ساعة لحك هاي اللحظة هو حكومته وزاراته وكتلته موجودين وهي الحكومة نجيرون حكومة شون يتغير شون يتغير ما ما كش يتغير صاد ما كش يتغير ما كش يتغير إلغاء القبار حديثي حديثي إلغاء ملجس النواب نهانية إلغاء القبار أنا قبل فترة أحكي لك قد كثرة بسيطة كميش بسيطة فضل قبل فترة قبل فترة إن حكم شخص على مد ألف دينار المحكمة جنح الجراجة والقاضي الحكومة في المضياء السعلي على موش شنو ألف دينار وشاريخ تكسي الرجل شاريخ تكسي خطرية بريئ بريئ ومعكو لا شاهد لا شكذبت مستثير نية وعدها شاهد سنعي سامحها هي حاجة مو بترامحة سامحها أنا قبل فترة الله يقبلها محمد فما يتغير شي سالي ما يتغير شي ما يتغير شي طيب سيد كيان أولا نعم أولا أحنا بس هنا ناخذ وننطي فمن أسأل حضرتك هو أيضا للاستفادة ليش برأيك ما رح يتغير شي هذا السؤال اللي طرحته قبل قليل أول شي سيارفني أجاوبك كيف صراحة أنتغير شي لأن سيد مختبر مو غريب سيد مختبر جائل نفسي ومتجير العراق يعني سيد مختبر موجود بالعراق بالعراق وفرثونتا موجودة بالعراق نواضة وكذا وهذا سيد مختبر إحنا ما نريد نتطرق لغير أمور الناس الراحة الناس الكفة الأبرياء الناس ما نتطرق لها أنا ما نريد غير منحنة فما يتغير أي شي ما يتغير أي شي نهائيا إن سيد غير أي شي 72 ساعة يجمع من عشاء ويجمع من عشاء وذكرت والطوياق على تواصل أي شي ما يتغير لكن الجديد 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 في هذا الطرح من مقتد الصدر أن الموضوع يشمل حتى التيار الصدري أن الطرح الآن أنه خلنا بتعد كلنا كل الأحزاب الموجودة بالعملية السياسية بعد الاحتلال خلت نسحب من العمل السياسي ليش برأيك ما تعتبرها أو ليش أنت ما تعتبرها شي جاد ليش تعتبرها هواء في شبك أليست هذه من مطالب الشارع أيضا التي انطلقت في ثورة تشرين التي كانت تخص بإزالة كل الطبقة السياسية وكل الأحزاب الموجودة السياسية 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 حمسك السياسية وعراق وعايش وعراق نالله سورة تشرين تشرين مقتلت تشرين يعني مظاهرات سنوائية ينطلق عليها رصاص حي هاي وحدة وما خلوهم عبوض يترجم موري في المقتد العبار وطيح طباط وطب جور مجلس النوار وعلى مجلس النوار طيب هاوا اللعبة أتكاد العديد هاوا اللعبة وإحنا ملينا من لعبات ملينا العرض إحنا هما ضح هما صانعين العرض وإحنا السفاصة ننجحها إلى الحق بس ننجحها إلى العرض الضيمن ننجحها تتركتنا بخوتنا برحمتنا بعطتنا بإنسانيتنا ننجحها إلى العرض وبدل وحثتقد بدل وحثتقد نهار يحثم سودة نهار أنا أشكرك سيد كياما من بغداد أشكر حضرتك للمشاركة ويانا أبو عمر من بغداد تفضلي أبو عمر حياك الله حياك الله أستاذ محمد وحياك الله خناة الرافقين وأستاذ المشاهدين السلام أهلا وسهلا أستاذ محمد نحن نعرف كل الأحزاب والميليشيات وقعدة الأحزاب أبو عدهم مجموعة من النارات ومجموعة من الجنود أو مجموعة من الخدم اللي تخدمهم ويمشونه ويطيعونه بماماهم لأن العراق عندها منعجين فتاة واللي حد الآن تدخل في الأحزاب باللي موجودة أدنى بالإرافق هم اللي دمروا في الإرافق فاليوم احنا نيجي على سيد مقدسة وتفاهراته اللي قائد تصير أكثر تقريبا من أربع أسابيع واللي متبعد كبير من مطقة الخارجة ودخلوا برلمان ودخلوا قاعة المجرم والعليم نعم البرلمان ومجلس القضاء نعم سيد أبو عمر نعم سيد أبو عمر شنو رأيك بهذه المبادرة اللي طرحها مقتدى الصدر هل تعتقد بأنها ممكن أن تنجح أو تحقق هدفها السادة محمد بالنسبة لا تنجح ولا تحقق هدفها إنه بل فين أربع طالب طالب الشعب العراقي بالحرقة السومينية وتغير الأحوال ووضع وقتل للمال في ثلاثة شهر وما قدم أي صلاحات وما قدم أي مجازات أما هاي الأمور سبعين سا السادة محمد هاي ما ممكن أنه يكون للعراقيين يعني فد شي جديد أو فتي يستقبل من أجل أو فتي تقدم هذه كل هاي أمور صراعات سياتية من أجل السلطة ومن أجل المناصم هل تعتقد بين الأحزاب الباقية اللي توجهت لهم الدعوة من مقتدى الصدر سيقبلون بالتوقيع على هكذا مبادرة تبعدهم عن العملية السياسية في العراق اللي هم موجودين فيها من 2003 أكيد السادة محمد ما تبعدهم يقولوا ولا يقبلون من الأمر الواقع اللي كدمها مقتدى الصدر نحوهم لأنه هم ناس إجول من الخارج وناس أنا قولهم بأنه إحنا أصحاب مقاومة وإحنا قاسمة وإحنا وحمة فذلك ناس ما ممكن أن ينجحون ما ممكن أن يعتزفون عن الحكومة وسركة أموال العراقيين هؤلاء الناس صلح عن ناس إن كانوا عايشين عن أرطب كان عايشين عن مساعدات فالهم انتخلوا للعراق يعني ما ممكن إفعوهم يقاتلوا من أجل مناصمهم من أجل كراسيهم من أجل استفاة من أجهم فهي الأمور اتطلق الباشر إتطلقهم بالقراء وعلى رأس النقطة بالصدر هم قلهم لا تتطلقوا العراق ودمروا العراق من أجل كاسر لحد الآن إحنا ما عندنا إنسان وطني وما عندنا إنسان تتفكفوه إنه إجيه ما ملطق بالدماء يحبن الروح الوطنية ويحبن الروح العراقية الروح العراقية مع روح كشرين اللي قتلوهم واللي جمروهم هاي روح العراقية العطيلة هاي مسجد الوطن فما عند قادة فإحنا قادتنا إنه شعب العراقي يتوحد ويأخذوا استظاهروا وصدوا بالفاسدين اللي دمروا العراقين وهي المدر اللي يطلقوا ينا سبعين ساعة ماكي بشعب العراقي لانتوقع السنة للعراق الدمر الحجر القتل سلبة أموال سلبة حقوقها فكيف إنه بعد كل هاي الأمور العراق حققت أبناء وحباء لأنه يصير مع هذه الثورة ويصدق بالأحجاب والسلطة يصدق بمقتد الصدر يصدق وبكل هذول الناس اللي جاعدين يتجمون على الذهون الشعب العراقي الشعب العراقي قاطع ومقاطع انتخافات فهذه المعايتهم قريبة إن شاء الله شكرا جزيلا أبو عمر من بغداد ويانا أبو عبد الله من البصرة اتفضل يا أبو عبد الله شكرا جزيلا أبو عبد الله شكرا جزيلا أبو عبد الله أقول أن الصور الصور الإيرانية ما نفعل بها حقينها بالشوارح يعني أين ماتوا إيران 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 الصور الخميني وصور ما نعلم منه يعني ما نحن مو رجال إحنا وين الدولة نحن السادة محمد نحن لا نعول على حكمة ولا على الصدر ولا على أي على ثوار تشرين الشعب السائر هو اللي حرر البلد من هاي الصغمة الفاضدة الصغمة اللي جسمت على صدورنا منذ عشرين عام إن شاء الله إن شاء الله تنكي عن قريب بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من البصرة ويانا سيد أبو علي من بغداد الفضل يا أبو علي أبو علي حياك الله أهلا وسهلا من يقول هاي اليوم الشرطة مالثين سبعين ساعة أحسنك مصير من الأول اللي كاد اللي يسود ما يقبل حزب السنة والجماعة حزب التيار الصدري حزب ما يسير ولا شيء عقل نعم وبقيت الأحزاب ولا شيء العقل هايش أحسن سيطيها مسعود على السنة والسنة والسنة وبقيت الأحزاب ليش ما ذكرتها ولطاق ما يطيها وتارصد على السنة يجبيني شو اللي يجبون البحثيين بس برأيك سؤال ليش ما يوافقون على هذه المبادرة اللي دي يطلبها الشعب هذه هي المبادرة أو هذا هو الطلب أو هذا هو الشعار اللي الناس اللي تريده أو رافعته صار لها سنين احنا من ريد يقولون احنا من ريد أي أحد من دول اللي اللي دي حكمون العراق من الألفين وثلاثة كافي كافي حكمتوا عشرين سنة دمرتوا للبلد وبكتوا ودمرتونا احنا الشعب كافي ارحلوا برأيك مو هذا الحل الأنسب والأفضل في هذا التوقيت الآن لا أستاذ لا أستاذ مو هذا الحال لا أستاذ الناس اطلعت يمكن يسير اشبيهم الناس اللي يطلعوا طلعت في سيم المية أستاذ طيب سيم المية طلعوا والبقية اشتو يظل تقصد اللي طلعوا تقصد اللي طلعوا من التيار الصدري للعراقيين اللي طلعوا في مظاهرات في ثورة تشرين وقبلها لا أستاذ طلعوا المظاهرات من سيم المية من الحلال طيب ممكن يشعر صلاح تمام وإن شاء الله صلحك مما جديدة والتقابات من اللي تتمنى يقود الحكومة الجديدة كان كان الشعب اللي حزب اللي ينتقده كان كان هذا كلام هذا الكلام الشعب العراقي يقول لك بالمظاهرات أنه يكفي يكفي أحزاب ويكفي فساد يعني ما نريد الذول اللي موجودين نريد شي جديد نريد نريد وطنيين نريد نريد أكفاء فعلا نريد ناس تخدم البلد نريد كل الشعب الطلعات يعني هذا الكلام اللي طلع والمظاهرات اللي طلعت بالنسبة لك كلامهم ومطالبهم مو مهمة أن الواحد يباو علها يعني اليوم عراقيين مرتاحين مرتاحين العراقيين حلو 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 سؤال كلام جميل كلام جميل العراقي اليوم المواطن العراقي بشنه مرتاح ممكن تقول لي شنه وسائل الراحة اللي يمتلكها المواطن العراقي اليوم والله أستاذ المحلي مليون ربع الجدي الجدي يا خب 750 قل واحد طيب وبعد وكل بيئة بيئة سياسية كل بيئة تمام وبعد وين الكهرباء كهرباء سانة فنحونا كل ساعتين بتاعتين طيب تمام وين المستشفيات والله المستشفيات الحكومة جميع بخطرة بس إن شاء الله وين المدارس وين المدارس يا أبو علي أولا ليش ما خاف على المدارس يعني أنت أنت متخاف على ابنك بس لحظة أنت متخاف على ابنك اللي يطلع يتعلم في مدارس لا بها رحلات لا نظام تعليمي جيد لا بها مقاومات التعليم السليم العراق خارج التصنيفات كهرباء تقول لي ساعتين بساعتين الحكومات ذني والأحزاب صرفهم 100 مليار دولار على الكهرباء ليش ما تسأل هالفلوس منه اللي أخذها وين راحت ليش ما تسأل ليش ما عندنا كهرباء بل الله اللي عنده سيارتين دي يمشى على شوارع مبلطة طيب يعني انت برأيك المواطن انت برأيك المواطن العراقي مرتاح ان شاء الله مرتاح شكرا أبدا تمام أشكرك يا سيد أبو علي من بغداد السيد أبو علي من بغداد يقول بأن الشعب العراقي مرتاح واللي طلعوا ويهتفون وسقط منهم أكثر من 800 شهيد و30 ألف جريح والمحافظات المنتفضة الغربية اللي تظاهرت لمدة عام كامل اللي أبادتها هذه القوات الحكومية والميليشيات وهجروا أهلها ودمروا المدن أهالي البصرة اللي طلعوا في مظاهرات وقتلتهم القوات الأمنية المجزر اللي صارت أو المجازر اللي صارت في الناصرية وفي كربلاء والنجف وغيرها ذولة يمثلون 2% من الشعب العراقي كل دولة اللي راحوا مواكفين بعينك كل هذه الأصوات اللي طلعت كل العراقيين اللي انسفكت دماؤهم واللي تم الاعتداء عليهم مواكفوا بعينك طيب هم ليش طلعوا طلعوا لأن هم يعني يتبطرون على النعمة يتبطرون على الرخاء الموجود على الكهرباء المتوفرة على المياه النظيفة على الطرق المعبدة على المستشفيات على المدارس هم يتبطرون العراقيين حتى يطلعون اللي واكفين الغاية الآن بالشوارع يطالبون بتعيين ذولة ما وقفوا بعينك بشن العراقي مرتاح اللي هو مصنف كأسوأ بلد بالعالم أو من أسوأ بلدان العالم من أفقر البلدان في العالم نسبة الفقر اليوم في العراق بحسب الحكومة وزارة التخطيط والبنك الدولي والأمم المتحدة يقولون صارت أكثر من 40% بشنه مرتاح العراقي الديواني يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية خاصة للقناة الرافدين حياك الله الحل الوحيد لهذه البلد العظيم نعم أن يكون الحكم لأبناء العالم لأنهم وليهم أهل البلد ويكون النظام عراقي أصير أصير نعم يعني لو أشوف الديوانية اللي قاعد أشوفها يعني لا خدمات لا تغيط لا مجاري الناس تتربح كاتلها الجوع العراقي يغراد لقائد قو شجاع نعم ويغراد لقائد عظيم هل تتوفر هذه المطالب هل تتوفر هذه المطالب بالأحزاب الموجودة الآن في العراق إلا إذا اتحد الشعب والجيش كما في مصر نعم وتحية قاسة لقائد الرافجين حياك الله حياك الله أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد قاسم من الديوانية السيد شاكر من السويد تفضل حياك الله حبيب استاذ محمد السلام عليكم وعلى قناتكم البجاهد رب يحفظكم إن شاء الله حياك الله طبعا موضوع اليوم موضوع في غاية الأهمية والمهلة اللي يمطاها السيد الصدر نعم يعني أنا أقول 72 ساعة كثيرة برأيي لو السيد يقول 24 ساعة هو يحفظ لأنه إحنا قاربنا هنبخل عشرين سنة ما سوى وشي هاي الأحزاب نعم هاي الأحزاب أستاذ محمد قسما بالله ما عدتها أي ولا أي ذرة أي محنة على العراقيين ماكم هذولة يعني السيد الصدر أنا مو يعني منتمع للتيار أو غير التيار أنا ضد الأحزاب قاطبتا لكن أشوف إنه السيد الصدر مخلص لبلده بطلبه إنه حتى التيار الصدر ما يشارك بالحكومة وهذا أنا كتبته بمقال قبل ستة شهر السيد اليوم يعني سبحان الله لأنه ما يقرأ ما في الشارع السيد قال الحل الوحيد يا إطار إذا تردون الكل برا الكل آس وخلي دماء جديدة وجود جديدة ناس أكاديميين هي اللي تقود البلد هل حيوافقون برايك هل حيوافق الإطار اللي بلشت الملامح من رفض عن طريق الأدوات الإعلامية لهذه الأحزاب تظهر في مواقع التواصل ترفض وتتهكم على هذه المبادرة وتسخر من هذه المبادرة هل تعتقد بأنهم سيوافقون على التضحية بالمليارات وبالمناصب وبالدول العميقة أو الدولة العميقة التي أنشأوها وبكل هذه المنافع التي تعود عليهم؟ حيضحون بها ويرحلون ويذهبون للتوقيع لمقتد الصدر؟ أستاذ محمد الحقوق لا تسترجع من هؤلاء كانوا شحاضين بدول أوروبا فدقني أنا مقترب وأعرف شنو الوضعية خيرهم كان عايش على السوسيال إحنا عراقيين نشتغلوا بكدنا وما عايشين على السوسيال أخوان البلخارج يعرفون شنو كلمة السوسيال هل سأجوا قضائيات وإمكانيات ومليارات كيف يعفوها؟ حبيبي هذولا إذا ما يطلعون بالقوة بقوة الشعب أنا أوجه مدائي للسيد القائد أنه مرد قطرة دم تنزل لا من الإطار ولا من السيار كنا أهل لكن على الشعب على الشعب العراقي أن يصطف مع مقتد الصدر لإزالة هؤلاء أستاذ محمد العراق إلى هاوية فدل العراق انتهى إحنا لازم نكون إيد وحده حتى نطلع ذوله الولائيين اللي مولئهم للعراق إحنا على أبو علي بما فيهم الكيار الصدري مثل ما قال بعض الأحزاب مجيشة عالم حتى شنو يعملون رأي أنتم ما عدكم رأي أنتم أصلاً كل الأحزاب عشرة بالمية تسعين بالمية أغلبية صامتة أنتم ثمانمائة شهيد من تشرين ما رفج فيكم عليهم يعني شلون أنتم ثمانمائة قتلون وما حد يفتح ملفاتهم أنتم جيتوا شحازين من الدول الأوروبية خيركم ما عدة سيارة خيركم ما عدة بدلة أنتم قلتوا لبرامر لبسنا حتى نطلع نحط شوية الشعب العراقي هل فتحاليتوا على الشعب العراقي؟ يعني أنا أتخبر على ناس تتبع هيتش أحزاب جايفة وما تريد إلا البلاء للعراق هؤلاء ما يطلعون بالشوكليت يا أستاذ محمد هؤلاء دماؤوا البلد على العراق هاي الفرصة الأخيرة يا عراقيين أكو التطحر أكو جفاف أكو خدمات ماكو أكو زينة محارب الزين يندلبت في العراق أشوك تتحركون والله العظيم إذا سحب الثيار الصدري من هاي المعركة أتمن بالله العراقي انتهي ليش نقول سيد لحظة أبو سيد شاكر ليش نربط مصير العراقيين وتحرر العراق من الأحزاب بمقتدى الصدر ليش اللي صار عبر التاريخ من ثورات أطاحت بالاحتلالات وأطاحت بالفاسدين وأطاحت بغيرهم لأن الصدر كان موجود بيها هو الذي يستطيع كما استطاع في دول أخرى أن يحرر بلده يستطيع في العراق ليش نربط التحرر من الفساد ومن العبودية ومن الأصنام الموجودة في العراق اليوم بشخص واحد هو طرح مبادرة كان الشعب طرحها قبل بسنين أنه ما يريد هذه الأحزاب سيد محمد سيد محمد احنا ما ننكر تقل التيار الصدري التيار الصدري لو كان مآذر ثورة تشرين من البداية صدقني هاي الأحزاب كلها تنتهي وانتهت بحادثة القنفة المشؤومة وهؤلاء الأحزاب كلهم مؤمنين حياتهم هنا بالسويد وفي أوروبا وكلهم أعرفهم صدقني ما يبقى منعتهم أحد لو الشعب توحد مع السيد مقتدى الصدر احنا نريد ثورة شعب بدون قتال كافا دم استاذ محمد البلد تدمر يا عراقيين والله هاي الفرصة الأخيرة يعني انتم متعرفون بأوروبا شنو طاير العراق بالمرحلة النهائية للحكم مالته إذا ما تتآذرون واتطردون هاي الأحزاب راح تترحمون على هاي الأيام اللي مضت لأن العراقي نعم أشكر حضرتك وسطة الفكرة ويانا سيد أبو عبدالله من صلاح الدين تفضل حياك الله محمد أهلا وسهلا شو صحيحاتي الله يبارك بك حياك الله إذا عقب على كلام أبو علي من يقول العراقيين مرتاحين تمام هاي الراحة وين وين هاي الراحة من يقول المرتاحين هكو ناس هكو ناس أشياء يعني هاذ من عيحتي من كل عقله من نصه وثان الثاني لأن هاي وين كانت بغض صداح الدين كانت جوه من هولا غير كانت جوه من هولا من هولا ماكو وشاو صداح الدين من هولا وطل حتى بنا السراصر والغراء السيار ماذا يقول لك الشحب والفتاد 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 عد من عدة الشحاب هاي من الشحب حيضر بالمليارات له أبو مازل وربعة يعني نحن صلاح الدين معنى له ابنه صلاحة لا أبو مازل هم تابع له أبو مازل برأيك محان الوقت فعلا لتحقيق هكذا نوع من المطالب بإزاحة كل الطبقة السياسية الحاكمة الكل بلا استثناء يتوحد الشعب كامل ماكو ماكو سني ماكو شيء يعني ماكو يقول لي أن تطلح بارا أنت موكوش رادمي أنت حتى تفقيقه ويشيلون هاي الأحزاب كله ويحطوه بالحاويات شلون راح تتحقق هذه الفكرة ولا زال البعض البعض داخل العراق اللي يصيرون وفق عقلية السيدة أبو علي من بغداد اللي يعتقد بأنه إذا المعلم أخذ مليون دينار عراقي راتب شهري فهو مرتاح هل الراحة بالراتب طيب ماذا عن باقي الاحتياجات الحياتية ماذا عن باقي مقاومات الحياة الخدمات البنية التحتية يعني هذا الراتب مو راح ينصرف على المولدة ورح ينصرف على الأكل والشرب لأن ماكو حصة تموينية ورح ينصرف على علاج في مستشفيات وصيدليات يعني تمص دم الإنسان الموجود اليوم في العراق اللي أصبح التجارة ما راح ينصرف على هذه الأشياء ما راح يبقى من هذه المليون دينار بالشهر اللي دي يحصل عليها هذا المسكين المعلم اللي حازده أبو علي على راتبه أبو علي حازده للمحلم حازده وحازده لحزكري ما راح يبقى هذا الحرق إلا الحرق ما راح يبقى هذا الحرق وشو تبع أزيد من عنده سبعمية وياخد مليون حتى ياخد عشر ملايين حسيني حسيني على الوضع حكو ناس ما تعباني بكل شيء سامترا سامترا حتى تاخد مليارات بدون تعب بدون كل شيء مالية العراق مالية الشعب كلها راحت برا يحكي لي والله حلم حلم أنت يحكي لي حلم اللي ما نجد عياخت نعم سيد أبو عبدالله من صلاح الدينة نشكر حضرتك خلونا بس نكمل المشاهدين الكرامة لدينا سريعا من مقاطع ومواضيع حقيقة مهمة للغاية وقد ترد على السيد أبو علي من بغداد أو كل من يفكر بأن العراق فيه أمل بوجود هذه الأحزاب الموضوع الثالث الذي لدينا مشاهدين الكرام آثار العراق نحن بلد الحضارات عمر بلاد الرافدين أكثر من سبعة آلاف سنة المفروض نكون وجهة سياحية أيضا مثلنا مثل مصر مثل باقي البلدان التي لها امتداد عبر التاريخ المفروض عندنا تكون مواقع أثرية متاحف نستقطب بها السياح وتكون مورد من موارد البلد تنشطة مثل باقي البلدان السياحية الحوالينا موجودة خلونا نشوف جانب من المعاناة في هذا القطاع ناشط نشر مقطعا مصورا يبين الإهمال الحكومي لمتحف ديالة حيث تم إغلاق المتحف لعدم القدرة على شراء خزانات بمبلغ 100 مليون دينار عراقي لحفظ الآثار القيمة التي تم وضعها على الأرض مباشرة دون الاهتمام للقيمة التي تحملها تلك الآثار لين نشاهد؟ تواجدان داخل قاعة متحف ديالة بالحق قاعدنا أكثر من 800 موقع أثري استخرج من عنده مئات القطع الأثرية أغلب هذه القطع الأثرية تحود أكثر من 3-5 ألاف بس متحف ديالة حاليا مغلق بسبب أنه محتاج ما يقارب 100 مليون لوضع خزانات لهذه التحف حاليا هذه التحف تستخرج من محافظة ديالة في موسم واحد تم استخراج أكثر من 500 قطعة ترحل إلى بغداد وإلى بقية المتاحف بس ديالة وتاريخها وحضارتها حاليا ما تمتلك الخزانات لعرض هذه التحف اليوم مطالبات من الجهات المعنية بتوفير مبالغ لوضع الخزانات وعرض تراث العراق وتراث ديالة أغلب المتاحف بالعراق هي مفتوحة باستثناء محافظة ديالة ويمكن محافظة أخرى ما مفتوحة ما بقيت المتاحف فهي موجودة ومتوفرة بها الخزانات الأصولية لعرض هذه التحف التي تحود مثل ما ذكر التاريخة لأكثر من 5 ألاف عام بحسب المصادر وتاريخ هذه التحف وعمليات التقريب في محافظة ديالة مستمرة وكم هائل من التحف والتراث موجود في محافظة ديالة ويبحث عن مبلغ بسيط ما يتجاوز المئة مليون حتى يتم عرضه اليوم أغلب الدول وأغلب المحافظات هي تفتخر بمتاحفها وبتراثها إلا محافظة ديالة التحف تستلقي استلقاء على الأرض لأن لا يتوجد خزانات لحفظ كرامة التراث في المحافظة مشاهدين الكرام دعونا نتابع بعض التعليقات قبل أن نكمل الاتصالات مع حضراتكم قدنا تعليق من سعدون يقول إذا الحكومة فقر وما بها الدبر مئة مليون اجمعوا على العوائل هذا تاريخ أو اجمعوا من العوائل هذا تاريخ لكل ديالة ليش يجمعون يا سعدون؟ الحكومة مو فقر العراق واحد من أغنى بلدان العالم سالي تقول إذا وجدنا من يحفظ كرامتنا عندها نتأمل خير سنجد من يحفظ تحف وتراث ديالة لأن كرامة الفرد زجت على الأرض النوبة التحف هو آثار ديالة علي يقول هو هم هما يخلون عين علينا شيء الله لا يوفقهم ونرجس تقول أستاذ هما حاميها حراميها ويا أنا السيدة أم عبدالله من بغداد تفضل يوم عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السحيات اللي حضرتك إلى كل المساهدين إلى قناة الشريفة أهلا وسهلا أستاذ نعم الله العظيم يعني شيء ترى يعجب إحنا وين عن شيء يقولون إحنا يعني راحنا وقع بالهوائل بس إحنا وقعنا بالهوائل يا أستاذ يعني إحنا ما بقى شيء قيمة للإراق ولا الإراقيين بقت إنه قيمة حتى إنه نقول أكو قيمة للتراث أكو قيمة حتى الإنسان ما إلا قيمة يعني إحنا جدنا حكومة مع الاعتدال للطيبين تافه ما تحس بواقع الشعب المريض اللي يدعيشها ومع هذا أقول والله العظيم أقول لي يا ناسي إحنا نستاهل هذا الشيء أنا هاي التسريبات اللي إنتا عدرتوها اليوم لحضرتكم كلها ما يحكوا إلا بالمليارات يوضعون هذا مليار وهذا خمسين مليار وهذا ثلاثين مليار وهذا ثلاثين مليار وهذا ثلاثين مليار ذن شعب وين المصارف اللي موجودة عند السياسيين والاقتباض رجال الدولة من رئيس الجمهورية إلى أصغر واحد كلهم مصارف هاي من المصارف ذن المليارات كلهم من الشعب العراقي أنتوا يا شعب يعني ما تتحسون شنو إحنا يكوننا من حجار ما تتحسون بالواقع اللي دي إيش العراقي هذا أبو علي جد منطي يلا طلع للقناة هذا أبو علي كم ولد عنده بالحشد ولد العصائب كل واحد يأخذ خمس مليار وست مليار وطبعا عايش لحياة نعيمة وطارة معاناة الشعب هذا المريض وهذا اللي دي آني من أمراض قاتلة وهذا اللي يعني دي شوف الموقع اللي دي إيش الكارباء ماكو ماي ماكو خدمات ماكو يعني السيدة أبو علي لما واحد يحجو ياه ويقول له وين المدارس يقول لي انت همك على المدارس وانت عايش برا هواني لو بلدي بي خير وآمن أبقى برا واني وغيري من العراقيين اللي اللي تهجرنا مكرهين على هذا الموضوع هل نبقى برا بلدنا لو بلدنا بي خير يعني احنا عاجبنا الوضع ان احنا نظل في بلاد الغربة وبلدنا اللي هو اولى بينا انه نخدمه بي الدولة الموجودين يعني شنو همك على المدارس طبعا همي على المدارس وعلى كل الملفات الموجودة في العراق رد علي قال شنو لي جينا يجونا البعطيين لا احنا يجونا عراق عراقيين شرفاء من الشيعة والسنة مثل صغفية صدام الحسين اللي كان مجلس قيادة التطورة سبعين واحد خلس وخلسين شيعة من احسن رجال الشيعة اللي حكمه والعراق مع صدام الحسين اهل السنة طبعا الحكم الشيعة تهفشل في حكمه للعراق رجال الدين طبعا كلهم اللي جاي شوفهم رجال الدين الشيعة شنو العادات شنو التقاليد الجايتها من ايران طيب وصلت وصلت الفكرة نشكر تشوم عبدالله لان الوقت ضيق للغاية ابو علي من واسط تفضل يا ابو علي شخص خير لحضرتكم وشخص خير من جمهور الرافدين مساء نور حياة بس صحيح على اثنين على ملك الاثار يعني هو العراق كلها راح نعم يعني ما بقت على الاثار فالاثار يعني حالها حالة لانهم حاولوا يبيعونها بساء كدور ما كان يشتري منها جمهورها لان امريكا ما ساعدتهم على البوك وبالنسبة للاخ اللي خاضر ومقتد الصدر همين من يقول الاحزاب وراح تسوي وراح تسوي والاحزاب هستعامل مشكلتها هي مشكلتها على برنامج انتخابي طبعا لا مشكلتها على شون يطورون العراق طبعا لا مشكلتها على ان يقضون على الفاسدين اكيد لا ولكن مشكلتها حالة بين مقتدى وبين المالكين للدليل انه مقتدى من اول ما طلع الآن يستبعد المالك وانتم تعالوا الى اطار الباطلين تعال اصول معايض الحكومة يعني نفس الحكومات استهدفة لا اكثر ولا عقل فلذلك احنا اليوم يقول لك انت حمك علم طبعا انا انا اذا اثنين عندي انتهى القضاء والتعليم ما بي خير بعد لو تلاحظ استاذ الكريم باختصار جدا لانه الوقت بقي عندي ثلاث دقائق وعندي متصلين اثنين اتفضل يا ابو ابو علي بعد بشرين سنة راح نعاني انه وحدنا ما عدنا كوادر اكاديمية راح اددس بالجامعات ومزارة العراقية بسبب انه الان احنا ادخلنا بالامنية واني اشكركم شكرا جزيلا سيد ابو علي واعتذر منك ويانا ابو علي من كربلاء ايضا اتفضل يا ابو علي سيد ابو علي من كربلاء حياك الله شعورة ابو حياك الله يا ابو علي احنا نشكر القناة الرافدية انا لغاول الانجاز الحظيم ونشكر ابو علي من البصرة حياك انا وسهلا ايه لان العراقين جا تجيهم ثلاث دوراق بالشاهد من سيد الكاغمي يدري اذا ما يدري نعم وارقمها الموال وارقمها الكهرباء وارقمها المجاري طيب واتفر العالم يشكدوله يلبوله بل حتى الان مطلوبين نعم مرتاحين مرتاحين انتو باختصار ابو علي مرتاحين العراقيين انتو مرتاحين وانا كراحة وانا كراحة قلت لك حتى المتأذين نعم سيد ابو علي اشكر حضرتك اشكر حضرتك واعتذر لي انه بقالي دقيقة واحدة بس استقبل بيها السيد ابو عبدالله من اربيل تفضل يا ابو عبدالله حياك الله دقيقة لو سمع الله بحيك السلام عليكم حياك الله عليكم السلام ورحمة الله عليك السببيني ابو راحة نعم انا ابو عبدالله اسمعك تفضل وحدة مثل طيب وخلال فشلاوي وهذا حلي فضل الله حلي فضل الله طبعا ارهاب جولي طبعا هدد امارات عدتل بالجمعان تدارد الشفاية وحنانت بطلاوي تقول سرعة بسبعة وعلى طاقسية قانونية مثل هاي السماء حاليا صيد احنا لي وان يوصل والله هم زين ادنا 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 مدارس منطينهم نعم سيد ابو عبدالله من اربيل اشكر حضرتك واعتذر لي جميع المتصلين اللي انهينا وياهم الاتصال بسرعة بسبب ضيق الوقت اشكر حضراتكم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لطيب المتابعة ونلقاكم باذن الله في حلقة قادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة